بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء ان شاء الله تكونون بخير كيف هالكم ان شاء الله بخير درسنا هذا اليوم هنا جلغة الانجليزية الصف الرابع عدادي شارح وحلوة توضيح يونت 5 لسن 3 الدرس الثالث من يونت الرابع الصفحات اللي رح نأخذها فقط بالنشاط فقط نشاط اكتفتي فقط كراسة الصفحات اللي رح نأخذها 75 و 76 و 77 3 صفحات هو لسن 3 فقط بالنشاط موجود مراجعة للمواضيع السابقة رح يكون هو موفد شي جديد بي واستخدام المواضيع الخضناهن ابتمارين ان شاء الله تستفادون لا تنسون زكاة العلم نشرة والدال على الخير كفى عليه شكرا جميع تعليقاتكم الحلوة من حفزة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدل جميع نبدأ لسن 3 يقول تمارين اي describe the people قم بوصف الناس صف الناس ذولي هاي 3 صور هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص هاي يعني المرايق write 3 adjectives اكتب 3 صفات كل واحد من عندهم نطيك هنا 9 صفات فكل واحد اطيه 3 من هم اذا اولي 3 صور from the box وهذا صندوق under each picture تحت كل صورة فذني الصفات وحالهن نروح قبل ناخذه حتى عال جاهز حدنا number one هذا الرجال over what يعتبر سمين اوكي و bold اللي هو اصلع و bright ذكي لان هو داي يعتبر خريج او هو الاستاذ اللي داي تخرجون طلابه اعتقد المهم يمكن هو العميد ما تهم الدين وهي شي فهو صفاته over what اسمين كلش و bold اللي هو bold اللي هو اصلع و bright ذكي نجعل هذا التيتشر يعتبر الصفات ما ترح تكون smart اوكي انيق و dark complination و داكن البشرة يعني اسمار اسود و lively اللي هو حيوي نشيط اوكي اذن الصفاته اه قلنا smart انيق هي تجي ذكي وتجي انيق هنا انا هسا و lively اللي هو حيوي و يتفاعلوا ايا طلابه كتيتشر وذول الطلاب ماتة يتفاعلوا اياهم حيوية و dark complination اللي هو داكن البشرة هاي اش بقتلها بقتلها slim ضعيفة نحيفة وبقتلها forgetful تنسه هوايا ناسية جزدانها وفلوسها وجاية هنيالي و tall طويلة يا طويل يحبل هي هاي تنطبق عليها tall طويلة وسلم ضعيفة نحيفة forgetful كثيرة تنسيان ناسية فلوسها وطارعة هذا الماني مالتها زين خلاصنا من هذا التمرين زين ايجي هنا يعتبر هو مشان مهم هيجي بس التمرين بيقولك read the diary entry اقرأ مدخلات هاي المفكرة then mark the sentences true or false ثم ضع اشارات للجمل الصحيحة او خاطئة هاي رح تقراها مذكرة ونفكرة وهاي عليها جمال صح وخطئ اتحل ايضا مو مهم بس يعني مو قطعة هو ما ينحس بهذا قطعة بس هيجي يعني للاطلاع والفائدة وتضبيطا لل نبني قلنا intensifying adjectives intensifying adverbs المقاويات مع الصفات والظروف اللي هي really absolutely extremely وincredibly extremely incredibly اللي هن really وabsolutely وincredibly وincredibly ذالن اللي يقون الصفة تجواراهن يطنها معنى اقوى فشد قل عزيزتي مذكراتي العزيزة صديقة جديدة انا التقيت بشخصية البارحة جميلة جدا او رائعة جدا هر نورا اسمها نورا دا تكتب فاتن دا سول فلنا عن صديقتها نورا اي مات children لذا عم خالتي طلبت مني انه اجي للحفلة حتى ساعدها بمراقبة الاطفال لانه هو عمره ثلاث سنات فأكيد اصدقائك كلهم ثلاث سنات مالروضة كان هذا بشكل تام بالتأكيد عمل يعني شاق متعب متعب وابسلوتلي كلش جدا متعب كان يوجد هناك عشرين طفل هناك وانها كانت ضوضاء قوية جدا جدا ازعاج وضوضاء كثير ضوضاء جدا نورا كانت هناك مع اخوها الصغير لكنها لم يبدو عليها انها تهتم وتتأثر بهذا الازعاج والضوضاء الموجود ابدا هي كانت صبورة بشيء بطريقة لا تصدق طريقة عجيبة جدا صبورة بينما الاطفال كانوا يلعبون اتصدق 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 وما اخذيها بيونتات سابقة المهم ف اتصدق 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 جدا دت قويها really smart وكانت نوعا ما جدية مو مال الشقة وضحكوه But after a few minutes I realized she is extremely lively لكن بعد دقائق قليلة انا ادركت وفهمت بانه هي حيوية بالكامل جدا متفاعلة ويا الاصفال and fun to talk to ويعني ممتعة للحديث معها She is also incredibly bright هي ايضا كذلك جدا ذكية بطريقة لا تصدق ذكية She is just my age هي فقط بعمري نفس عمري But she is already studying chemistry at university لكنها للتو تدرس الكيمياء اختصاص الكيمياء في الجامعة I hope we will become good friends انا يتمنى ان نصبح صديقات جيدات Bye for now مع السلامة فاتن انا فاتن دا تكتب النفس بمذكراتها المهم فيقول لك الاسئلة فاتن went to a birthday party فاتن راحت الحفلة عيد ميلاد اكيد صحيحة ترو the party was very quiet الحفلة كانت جدا هادئة اكيد false خطأ ال noise كانت جدا extremely noisy نورا was very well dressed نورا الصديقة يعني كانت جدا مهتمة بملابسها فهذا الشي صحيح لان هي قالت really smart فعلمهم الترو واحنا اتفقنا smart هنا بمعنى انيقة مو بس احنا متعلميها ذكية نورا is very shy نورا هي جدا خجولة وهذا الشي false لا هي مو خجولية مو خجولة هي يعني serious و smart وكذا وتحكي و lively فاتن is at university فاتن هسا بالجامعة اي هاي صحيحة لان هي قالت اثناثنا من نفس العمر وهت قالت نور بالجامعة فهي اكيد صاحبتنا هم فاتن بالجامعة المهم هسا يعني هاي الاجوبة راح تكون هسا بس يعني اكد لكم الترو الاولى الثانية false لان قلنا the party was extremely noisy الحفلة كان جدا صاخبة ومزعجة وبها ضوضاء يعني الثالثة true والرابعة false لان قلنا نورا هي مو شاي مو خجولة هي extremely lively هي حيوية واجتماعية واجتماعية والاخيرة قلنا false لانه false لان she doesn't seem to be at university because she seems surprised that نورا who is the same age is already at university ها لعدا انا ما فهمتها صح هنا الاخيرة يقول خطأ لانه يقول صاحبتنا فاتن هي ما تداوم بالجامعة ليش لان هي كانت متعجبة هي كانت تبدو she doesn't seem to be at university هي لم تكن تبدو انها في الجامعة بسبب انه هي تبدو متعجبة عندما عارفت بان نورا هي بنفس عمرها وهي دخلت للجامعة من شطارتها سابقة سنة وداخل جامعة قبل وقتها فتعجبت على هذا الشي لان هي ظاهر صاحبتنا وبعدها مداخل الجامعة هنا نفس العمر صح بس نورا أشطر ولحقت تسرع سواء التسريع وسبقت ودخلت جامعة وصاحبتنا فاتن لا بعدها فاذن الاخيرة false اوكي زين البعدها الروح على التمرين اللي يجي بعدها تمرين سي يقولك add the words in bold to the pairs you wrote in your vocabulary notebook in the last lesson ضيف الكلمات بالغامق بين الكلمات اللي هنا بالغامق بالطوخ هنانا bold اللي هو الغامق وهايا الصفة اللي هي bold اللي هو أصلا هاي بال a وتنقري o وهايا بال o هاي بال o وتنقري مثل i شوية o خفيف bold اوكي البولد اوكي اضيف الكلمات الطوخ الثنائيات دفتر المفردات ماتك ما الآخر درس يعني ايش هذا التمرين دي يقول complete the sentences اكمل الجمل with an adverb باستخدام الظروف and adjective والصفات combination المدموجات from your vocabulary notebook من دفتر الملاحظات مال معاني ماتك then listen and check ثم استمع واي تأكد من الاجابات تخن استمع لل تسجيل unit 5 lesson 3 section 56 D listen and check your answers 1 my sister is incredibly patient she spent three hours doing a puzzle 2 you look really smart in your new suit 3 my uncle told us absolutely fascinating stories about his travels in far away countries 4 this coin is extremely rare there are only 10 of them left in the world 5 I think you'll like my friend Hakim he's really nice 6 I saw an incredibly funny film on TV last night I laughed so hard I almost cried 7 the music was loud and everyone was talking so the party was extremely noisy 8 he must be incredibly bright if he got top marks in all subjects 10 is really important here I saw the problem not to go so the time this is really important on the time I saw the problem I saw you and I saw and it I saw it on the screen what I saw you I saw you يجيكم مفردات، مفراغات، اختيارات فيقول لك listen and check your answers استمع وتأكد من نجاباتك number one يقول my sister is incredibly patient أختي هي صبورة جدا she spent three hours doing a puzzle هي تقضي ثلاث ساعات تعمل وتحل بها اللغز حتى هي شي واهز وصبور بحيث ثلاث ساعات تظلت حل باللغز عندها عادي نحن نلزم اللغز ثاني تين مرحلة بدنا نشيرها وش مرة number two يقولك you look really smart in your new suit انت تبدو أنيقا جدا في قاطك او بدلتك الجديدة my uncle told us absolutely fascinating stories about his travels in faraway countries عمي أخبرنا يعني قصص خيالية او ساحرة او جذابة او جميلة جدا عن رحلاته وسفراته الى الدول البعيدة جدا number four this coin is extremely rare اللي هي rare هذه العملة هي نادرة جدا there are only ten of them left in the world يوجد فقط عشرة من عدهن باقية في العالم كلها عملة يعني فلوس قديمة ونادرة جدا باقية من عدها بس عشر قطع بالعالم كله I think number five I think you'll like my friend Akeem he's really nice اعتقد من انت سوف تحب صديقي الجديد اللي هو Akeem هو جدا جميل او راقي او جيد اوكي هنا انا nice تجي حتى بمعنى good جيد عكسها bad number six I saw an incredibly funny film on tv last night I laughed so hard I almost cried يقول انا شفت فيلم مضحق جدا على التلفزيون البارحة بالليل ليلة البارحة اني ضحكت الى درجة جدا قوية كلش هواية بحيث اني كنت ابكي غالبا قمت حتى ابكي من الضحك اني تماما بكيت بسبب الضحك من هاقد ما ضحكت so hard كلش قوي number seven he said the music was loud and everyone was talking so the party was extremely noisy الموسيقى كانت صاخبة عالية يعني مرتفعة و الجميع كانوا يتحدثون لذا الحفلة كانت جدا ضوضائية او مزعجة او صاخبة noisy number eight he must be incredibly bright if he got top marks in all subjects هو يجب ان يكون ذكي جدا بطريقة لا تصدق ذكاءه اذا هو حصل على درجات عالية top marks درجات عالية بكل الدروس و طلع عفوة فهذا اذن شاطر كلش ف incredibly bright رح يكون اوكي هذا التمرين المهم جدا حليناك عملناه نروح على اخر تمارين تمارين يقول تمارين ايه يقولك listen to the sentences again استمع للجمال مرة اخرى القرناهن و ملينا منهن which word is stressed شيني الكلمات اللي دايشددون عليها the adverb the adjective or both على الظروف اللي هو ابو ال ال واي لو على الصفة اللي هي اللي تجي بعدها بعد يعني خلا شوفكم التأكيد وين دايصر مثلا عالريلي لو عالنايس الانكريدبلي لو عالفاني عالكسريملي لو عالنيايزي اوكي يقولك شوفهن التجديد دايكون both are stressed دايشدد على ثميناتهن الجواب both are stressed التجديد على هنه هالكلمتين كلمتين اوكي زين or both فقلنا عالboth عالكلاهما عالاثنية دايشدد على ال adverb وعال adjective زين ال if يقولك work with a partner اعمل مع زميلك شريكك take terms describing a person for your partner to guess بتبادلوا الادوار بوصف شخص لزميلك حتى يحزره يخمنه it can be someone you both know من ممكن انه يكون شخص بثناتكم تعرفو or someone from a book or tv او شخص من الكتاب او من التلفزيون هذا همهي جحة شي يعني بس حاولوا يعني تمارسون حتى اللغة واخر شي write a description of someone you know اكتب وصف عن شخص ما انت تعرفه use some of the words and phrases from your vocabulary notebook and other words you know استخدم بعض الكلمات والعبارات من دفتر المعاني ماتك وبعض الكلمات اللي انت تعرفين ها هي ما اقعد بيهن شي ذاني موفد يعني اشياء مهمة ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوه لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم يا ابطال مع السلامة